لأنه أنا عم بحكي لك عن الهندوسية ربهم البقر والفقرة ما أنت ربك إنسان ربك سوبر إنسان تخيل إن محمد صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري وفي مسلم خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا في السماء خلق الله آدم على صورته صورة الله في رواية أخرى لا تدربوا الوجه إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته فإحنا بنعبد ربنا إنسان كبير شبهنا إحنا مخلونا على صورته يعني إحنا كده شبه ربنا ربنا شبهنا كده في النهاية أنت غير ملم في الدين لأنه لا يوجد من أي نص في الدين شارح لك أو موضح لك صورة الإله أنا كمسلم حديث صحيحة لأنتهالك دي لا يوجد أخي أنا إنسان مسلم الحديث لأنتهالك دي في البخاري ومسلم أجيب لك التخريك بتاع الحديث في الزبط أجيب لك رقم الحديث لا يوجد حديث لا توجد آية لا يوجد أي شيء في الدين الإسلامي أخ أحمد لا يوجد أي شيء في الدين الإسلامي يدل على أو يشبه الله بهيئة معينة بصورة معينة طيب لو جبت لك حديث لو جبت لك حديث لو جبت لك حديث بيقول إن الله خلق آدم على صورته وإذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يعني ما يضربش أخوف وشه عشان كده حيبقى ضرب حد شبه ربنا خلق آدم على صورته وخلق الله آدم على صورته ستون ذراعا في السماء وخلق الله آدم على صورته صورة الرحمن في رواية أخرى جبت لك كل الروايات الحديث أنت حكيت لعندك وأنا حكيت لعندي أنا عم بقول لك لو جبت لك إن الكلام ده صحيح وأنا بجيب لك ما يوم في هذا الشيء لو جبت لك إن الكلام ده صحيح بمش حاجة سمعنا أجيب لك ما يوم في هذا الشيء ما تشتغلناه لو جبت لك أحاديث بتقول إن آدم عمول على صورة الله إيه رأيك في الكلام ده الإله اللي أنا بعبده كمسلم لا يوجد لا حديث ولا آية ولو جبت لك تاني لو جبت لك حديث من البخاري بتقول إن آدم عمول على شكل الله أتعمل إيه إيه رد فعلا يعني هل معنى الحديث معنى الحديث اللي أنت حضرتك لحجيب له إياه إنه شكل آدم شبيه الله أيوة إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه إذا قاتل أحدكم أخاه إذا ضرب أحدكم أخاه فليدربنا على وجه ليه ما يدربوش على وجه لأن الله خلق آدم على سورته يعني الله خلق آدم على سورة الله أنا سألتك سؤال محدد هل بمعنى أن الله شبيه لآدم أن آدم شبيه لله أن آدم ربنا خلقه على شبه الله يعني آدم والله واحد الحديث بيقول كده أن آدم أن ربنا خلق آدم على سورة الله شبهه شبه ربنا على سورة الله وكان طوله ستونة رعا في السماء الحديث يقول كده خلق الله آدم على سورته ستون الذراع في السماء خلق الله آدم على سورته سورة الرحمن حديث آخر يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الواجه فإن الله خلق آدم على سورته دي أحاديث صحيحة كلها مش من تأليفي صحيحة بمعاييركم أنتو يعني جميل طب ممكن أجاوبك وأقول لك أنه فهمك لهذا الحديث خاطئ طلع على جوجل فهمي لهذا الحديث خاطئ إزاي بيقولك لما تدرب أخوك ما تدربوش على وشه عشان ربنا خلق آدم على سورته يبقى عيب تدرب حد على وشه وهو شبه ربنا يعني نعم فهمك للحديث خاطئ لأنه قلت لك رب العالمين ليس له شكل معين كل المسلمين وكل المؤمنين متخرجين من مدرسة كاتسو لللف والدوران اسمها كده طب شكرا لأنه اتهمتني والله اسمها مدرسة كاتسو لللف والدوران اسمها كده طيب طلع الحديث والله أطلع الحديث طلع وعطينا التفاثير المعتمدة لها طلع يا عم طلع 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 وعطينا التفاثير المعتمدة يلا شو الحديث من وين تحب أجيبه طلع من البخاري طلع من المسلم طلع أي حديث إذا خاتل أحدكم خوف يتجنب الواجه مثلا هلأ الحديث في مسلم صلى الله عليه وسلم في رواية ضرب أحدكم في رواية 177 أجراننا بصوت عالي عشان نحن شايفين الحديث يعني نعم الحديث يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الواجه فإن الله خلق أدم على صورته واضح الصوت؟ أي واضح وفي لفظ آخر على صوت الرحمة هذا قال العلماء بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيفه جميل محاسن وعضاه نفسية لطيفه وأكثر إدراك بها فقد يطلب ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحشة لأنه بارزاً ظاهراً لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم شيئاً غالباً ويدخل في النهي إن ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديل فليتجنب الوجه يعني هذا الحديث في كل بساطة يشرح إذا شخص ضرب أخوه المسلم فليتجنب الوجه حتى لا يترك هذا ليس محل النزاع أنتم مستوعب صح؟ أنه ضربه في الوجه ما فيهاش معليش هذا ليس محل النزاع محل النزاع يا إبراهيم عشان أنت مشتت ممكن محل النزاع هو أن الله خلق آدم على صورته شوف هذا الحديث يحل قضية معينة إذا شخصين اختلفوا أو إذا أنت اختلفت مع عبدك ينهي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا ضربت للتوبيخ حتلاقين أهل السنة بيقولوا آه خلق الله أدعى سورتي وده لا يلزم منه التشبيه يعني أقول ده لا يلزم منه التشبيه إزاي ما تعرفش لا يلزم منه التشبيه إستاذ أحمد لا يلزم منه التشبيه عشان إحنا مش مشبهة بس بشأكترا هذا فيها خطك عين يدخل أصباعه في عينك بالضبط يصبح يقول لك خلق الله أدم على صورتي فعلا خلق الله أدم على صورة الرحمن وهذا لا يلزق منه تشبيه تقول له يلزم تشبيه آه يقول لك احنا مش مشبهة لا مش مشبهة برضو مش مشبهة فكنا مشبهة؟ لا لا مش مشبهة برضو احنا مش مشبهة اه يا الله